أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن مملكة البحرين باتت نموذجا حيا ومثالا يحتذا في المشاركة العالمية التي ترتكز على حث المجتمع الدولي والشباب ومنظمات المجتمع المدني على إيجاد أفضل السبل وتقديم المبادرات التي تساهم في التنفيذ الأمثل لأهداف التنمية المستدامة مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين تصدت لمسؤولياتها الدولية في هذا المجال من خلال إطلاق جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارها الجائزة الأولى عالميا التي تحث المجتمع الدولي على منح الشباب فرصة لتقديم الأفكار والمشروعات التي تساهم في الوصول إلى تحقيق الأهداف الأممية وأشار سموه إلى أن جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة قد حققت نجاحا كبيرا في نسختها الثالثة وذلك عطفا على المشاركة الكبيرة والواسعة من قبل مختلف الفئات حيث بلغ عدد المبادرات والمشروعات التي قدمت أربعة آلاف وأربع وستين مشاركة من أكثر من مئة دولة عالمية مؤكدا سموه أن عدد المشاركات في هذا العام تجاوز عدد المشاركات في السنوات الماضية الأمر الذي يدل دلالة واضحة على السمعة الطيبة التي باتت تحتلها الجائزة على المستوى العالمي والتي يرى فيها المجتمع الدولي المكان الأفضل والمناسب للاطلاع على الأفكار والبرامج التي توصل إلى تنفيذ الأهداف الأممية وأشار سموه إلى أن إصرار مملكة البحرين على مواصلة الجائزة وربط أهدافها بدعم قطاعات أهداف التنمية المستدامة المتضررة من جراء جائحة كورونا والسبل الكفيلة بتخطي التحديات يمثل نقلة نوعية كبيرة في الجائزة ويؤكد التزام مملكة البحرين ومسؤولياتها تجاه تحقيق الأهداف الأممية وكيفية مواجهة الأضرار التي أصابت تلك القطاعات جراء جائحة كورونا مؤكداً سموه أن الجائزة في نسختها الثالثة وما حملته في طياتها من أهداف نبيلة مكنت الشباب من تقديم أفكارهم ومبادراتهم حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم التحديات التي تواجه العالم في الفترة الحالية ومنحتهم الفرصة ليكونوا جزءاً أصيلاً من تحقيق الأهداف التنموية العالمية وأبين سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة أن النسخة الماضية من الجائزة حملت العديد من الأفكار والمشروعات المتميزة والرائدة التي ساهمت في تطبيق برامج عالمية متميزة في هذا المجال والثقة كبيرة في الشباب والمنظمات في هذه النسخة بتقديم مبادرات تسهم في دعم القطاعات التي تضررت من جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر